طيب كده بقى نخش على الجزء الجاي في التاسك وهي ان احنا اولا نعمل ده على حسب عدد اللي عندي او على حسب عدد احدد ان هيبقى عندي كم صفحة ثانيا ان انا خلي يظهر جزء معين بس من في كل صفحة زائد ان انا لما دوس على الصفحة تحت كده الصفحة بتاعتي تضغير هايزين نبدأ ان اعمل الكلام ده كله. الكلام ده كله هيبدأ بايه? هيبدأ عن طريق ان انا اعمل للكلام ده. يعني انا هنا حطه في هل ده ينفع? لا. انا هشيل الكلام ده كله. او هسيب منهم واحد يعني هعمل كده. واسيب منهم واحد بحيث ان انا يعني هو حاليا عندي مفهوش اي حد. ماشي. انا عايز اعمل ايه? انا عايز دلوقتي اول يظهر لي ست صفح ست برودكت كل صفح. تمام دي معلومة لازم ابقارك. ماشي. تانية انا عايز ان انا باجي نيشان بيتجز ده. هي دي اللي انا هتعامل معيها. اقول له مسلا هنا. انا الاول ازاي يحدد انا عندي كم صفحة? يعني انا عايز اشوف لو انا مسلا عندي تلاتين برودكت كل صفحة هيبقى فيها ستة برودكت. يبقى انا عندي خمس صفحة. مسلا ان انا عايز اعمل كده. طيب احنا نفكر فيها كده مشانا قلت من شوي من دلوقتي انا عندي مسلا تلاتين برودكت. عايز في كل صفحة ستة. يبقى انا عندي خمسة. طب انا كده عملت ايه? انا كده بكبت التلاتين برودكت اسمتها على الستة وطلعت منها الخمسة. صح? يعني انا ده الشكل ده بالزبط اللي بيحسب لي انا عندي كان صح. طب افرده مسلا ان انا كان عندي هنا سبعة. انا عايز سبعة في كل صفحة. هالتلاتين على السبعة طبعا مش هتتقسم صح. وهتبقى اربعة وكسور. هللي انا فايبقى عندي اربعة صباح ونص? لا. فبالتالي الكلام ده كله انا هعمله هنا كده. فبالتالي المفروض ان هو برضو يروح لخمسة. فانا طلوقتي لو عندي صفحة يظهر فيها اربعة بس مش سبعة. خلاص. هتبقى لصفحة الوحدة. جميل جدا يا بقى انا كده فهمت انا هجيب ازاي عدد الصباح بتاعتي. محتاج بقى ان انا هنا اقول له. التاج هنا ان انا اقول له. مسلا ديت هتقول لي انا عندي كام صفحة في العموم. ديت زي ما قلنا احنا محتاجين اولا نعمل له مسجد سيل للمعادلة اللي احنا نكتبها. والسيل دوت هعمل له ان انا لما اعمل كده او اللي هما كانوا تلاتين في الحالة اللي احنا كنا بنعملها على اللي هي حاليا عندنا ستة. طب الستة دي اكتبها هنا كده? هلا. احنا نعمل لها هنا كده ونقول له كده كده يكون اللي هو لما رقم سابت عندنا بنحط كله عروف كابتال عشان نبقى فاهمين ان دو رقم سابت. هنقول له هنا كان بحيث ان انا لو استعملت الكلام ده مرة بعد كده خلال البرنامج لو احتاجت ان انا اغير عدد البرودكت اللي في الصفحة مجرد ان انا هروح اغير الكنسان تدقى بس. والتغير في الصفحة عندي كده. الوقت. طيب. دلوقت ان كده جبت التوتال بيتجز نعمل كونسول لتوتال بيتجز ونتأكد ان الكلام بتاعنا تمام علشان نكمل على نظام. الانشرايز بيتج بيج نفهميلها بعد ما نعمل بليل الديتا ونشوف. فعلا نجيب خمسة. وانا عندي ثلاثين برودكت هما فعلا خمسة صباح مصباح. حلو. انا بقى مش عايدي ان انا اتباع ده. لأ. انا عايز بعدد التوتال بيتجز دول كل صفحة اعمل لها رقم هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهي كده. طيب اعمل حاجة زي دي ازاي. انا عندي دلوقتي لو جيت هنا كده وقلت له نحتاج ان انا اعمل لها لحاجة او اغير بتاعها بحاجة تانية. حاليا هنا هنقول له ان احنا نغير بتاعك. اله ده هو حاجة احنا هنعملها هنا مسلا نقول له هنا كده اللي احنا زي ما عملناها فوق. عملنا فوق ان احنا وبنزود عليه وفي الاخر بنقول له بتساوي كده. ده نفس الكلام بالزبط اللي احنا نعمله هنا. طيب انا عايز دلوقتي الافة على عدد التوتال بيجز. فبالتالي ممكن هنا اقول له فور. او تساوي من توتال بيجز. والاي بلاس بلاس. جميع. انا كده لفيت بعدد التوتال بيجز. هقول له بقى ساعتها الحاجة جديدة. الحاجة جديدة دي هتكون بتاعي بتاعي بس هيبقى بدل الواحد اللي هنا دي هتبقى الاي اللي هي ماشية واحد دين تلاتة لحد كده هي هتتحط هنا. وانشيل دي حاليا. نجي هنا كده نشوف نعمل يعني في مشكلة بقصدها في البراوزر فعملت له واشتغل تمام. لون ده انت راح تكده دلوقتي هنلاقي ان احنا الصباح بتاعتنا اتحطت وكل من واحد لحب سلسل. طيب جميل. يعني احنا كده عملنا الصفاح بتاعتنا وعرفنا عندنا كم صفحة وعملنا السؤال بتاعتنا. طيب انا دلوقتي بقى عايز يظهر لي الصفح هنا. يظهر اللي هنا كده على حسب الصفحة اللي انا فيها. طيب نعمل حاجة زي كده ازاي. ممكن هنا كده نيجي على بتاعنا. ونعمل الفونكشن الجديدة دي هتبقى مسؤولة عن ان احنا هنعمل دي سبلي للقرانت بيتش. دي اللي هتقول لي دلوقتي ان انا في الصفحة دي هتظهر لي شوية العناصر دولك. طيب الدي سبلي دي هتاخد ايه? اولا انا المفروض ابقى مخزن انا في انهي صفحة حالي. انا اول مفتح البرنامج هبقى في صفحة رقم بتساوي واحد. حلو الكلام ده? حلو الحد هنا. عايز اقول له بقى. طب هو هيدسبلي ايه بالزبط دي? ممكن مسلا كده لو جينا فتحنا بتاعتنا عملنا هنا كده. تمام? انا دلوقتي عايز اقول له ايه? انا عايز اقول له لو انا في الصفحة الاولى اظهر لي اول ستة بروتكتز. طيب. اول ستة بروتكتز دول في القرية عندي اللي هما ايه. واحد اتنين تلاتة اربعة تمسة. طح? مش دول اول بتاعت اول ستة بروتكتز عندي. طيب انا ازاي لما اخد رقم واحد اعرف ان انا المفروض اعرض من زيلو لستة. من خمسة لخمسة. ولما اخد رقم اتنين اعرف ان انا المفروض اعمل من ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشرة. المفروض ان انا اعرض دول. اعرف ازاي? انا دلوقتي كل اللي انا هبقى واخده في دي ان انا معي انا بقى عايز احدي بدايتي ونهايتي من الرقم ده. ومن طبعا معلومة ان انا معايا ستة بروتكتز كل صفحة. طيب نفكر فيها كده بره. لو جينا كده. انا نحدد بس كده الستارت بتاعتي هتبقى زيرو. والاند بتاعي هيبقى خمسة. تماما. وهنا الستارت بتاعي هيبقى ستة. والاند بتاعي هيبقى حدوش. طيب. الاند سهل ان هو يتحسب لو انا جيبت الستارت. صح? لو انا دلوقتي معي الستارت زيرو. مجرد ان انا هقوله الستة ناقص الواحد. الستة دي جيبتها منين? الستة دي جيبتها عن طريق ان انا عارف ان معلومة ان انا معاي ستة في الصفح. هقول له هنا زائد الستة بتاعتك ناقص واحد. ناقص واحد دي عشان احنا بدقين من زيرو. واحنا ما بنحسبش اللي احنا مش موضوع يعني عشان بدقين من زيرو اندكس لأ. عشان احنا في المعادلة دي فبنحسبش الزيرو معنا. ما بنحسبش اللي احنا بنبدأ بيه معنا. فبالتالي انا عايز اقول له زائد خمسة كمان. فهتبقى البربيتش ناقص واحد. طيب. ونفس الكلام هنا لو جيت طبقت على ده هقول له ستة زائد ستة ناقص واحد هلاقي ان انا معايدة حداشر. وكده انا بقى حسبت الان. الان ده عندي كده عارفنا زي بتتحسب. طب اللي شان اول مرة بدق بزيرو. تاني مرة بدق بستة. تلت مرة هتلاقوني ان انا بدق من اتناشر. طب. رابع مرة من تمنتاشر. طب. المميز في الموضوع ده. ان انا في الاولى وانا في الصفحة الاولى حسبتها بمعادلة ان انا دلوقتي. رقم الصفحة ناقص واحد في الستة. الستة دي اللي هي ايه? الستة دي اللي هي انا عندي كام صفحة او عندي كام في الصفحة. طيب نشوف كده في اتنين لو عملنا نفس المعادلة دي. اتنين ناقص واحد في الستة. هيطلع لي كم? اتنين ناقص واحد واحد في الستة بستة. طب لو في الصفحة التالتة نعرفين انا حيبدأ بالتناشر. تلاتة ناقص واحد في ستة. بتساري. تلاتة ناقص واحد باتنين. اتنين في ستة باتناشر. يبقى انا كده عارفت ان انا احدد بتاعي عن طريق رقم البيج. وعرفت ازاي حدد عن طريق رقم الستار. نبدأ بقى ان نفس الكلام ده عندنا حد دلوقتي. يعني انا دلوقتي قلت ان انا معي هنا كده الستارت. هحسب الستارت الاول. الستارت عندي هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن في برودكت بير بيج. بس هيبقى عندي مشكلة هنا ان هو هيضرب في الاول في الواحد. فبالتالي محتاج ان انا ناقص واحد دي اعملها طيب. الكونستانت اند. قلنا بيتحسب ازاي? بيتحسب عن طريق ان انا بقول له الستارت بلس البرودكتس بير بيتش مينس وا. الستارت هزود عليها خمسة. خمس دول اللي هم ايه? البرودكتس بير بيتش اللي هما ستة نقص واحد. كل هما في الحالة دي هيبقوا خمسة. دي كده هتبقى الاند اندكس بتاعتي. تمام. كده انا حسبت الستارت وحسبت الاندكس. محتاج عامل ايه? محتاج بقى اقول له ازهر لي من الاندكس ده للاندكس ده. طيب دي اعملها ازاي? انا تمام جبت انا حاب دقمنين وهنتيه فيد. بس ازاي اقول له بقى اظهر لي الجزء ده? مش انا في الديسبيليب داتا قلت له ان انت دلوقتي في مسلا بتبقى بابعت له البرودكت وهو بيظهر لي البرودكت اللي انا بابعت له همور. طب ما انا قبل ما اروحي للديسبيليب داتا دي هبعت له الستة اللي انا عايزهم. اللي هما منبداي لنستارت لحد الاند. طب ما فهمتش بورده يعني هعمل ايه? اللي انا هعمله? ان انا هقول له داتا داتا. طب الديسبيليب التاتا دي هبعت لها ايه? هبعت لها الاول برودا معمول لها من الستار لحد الاند. طب جميل. طب ااجي هنا كده. طبعا مش هلاقي ان في حاجة اشتغلت حاليا. لانها لسه ملادهتش عليه. طيب لو جبت دلوقتي الديسبيليب داتا دي. وحطتها طبعا بدل الديسبيليب داتا كلها. قلت له وهو بقى اتصرر. حاجة هنا كده هلاقي ان هو ظهر لي اول خمسة برودا. طب ليه اول خمسة مش اول ستة? لان هو في ما بياخدش الاند معاه. فانا محتاج ان انا اقول له روح بعد الاند بواحد. يعني وقفت لي لحد الاند. كده هلاقي ان هو ظهر لي اول ستة برودا. طب لو بدأت باتنين هلاقي ظهر لي تاني ستة برودا. وهكذا. احنا كده فهمنا ازاي بنظهر بتاعنا بنقسم بنقطع بتاعتنا ازاي بنجيب الاند. بازن الله فيديو الجاي نشوف ازاي نخلي دول يشتغلوا ونبقى اخلص.